ياهلا ومرحبا فيكم قصتنا اليوم تتكلم عن واحد اسمه صالح هذا صالح متربي في بيئة جدا صارمة وبالأخص إذا كان أبوه جاي من خلفية عسكرية حيث أنه كان دائما يدرب في البار واستخدام العنف وغيرها فهذا الشيء أثر على صالح سلبا وإيجابيا سلبا أنه ما يقدر يتفاهم مع الناس بطريقة حسنة ما يقدر أنه يتقبل الآخرين والآخرين يتفاهمون معاه وغير هذا الشيء أنه صالح دائما كان يشوف فيه فتور بينه وبين الآخرين يعني بينه وبينه أصدقاءه وزمايله في المدرسة لكن الشيء الإيجابي أنه أبوه مشاء على الصراط المستقيم شيء اسمه غلط ما فيه شيء اسمه انحناء ما فيه دخان زقاير طلعات خارجية حلقات شعر غير طبيعية لبس ملابس غير رلائقة كل هذا ما عندهم كان صالح محافظ جدا وبحيث أنه يروح المدرسة ويجي البيت وبالأخص احنا نتكلم في فترة الستينات الستينات ما كانوا مهتمين كثير بالدراسة فهذا الولد لأنه أبوه جدا مهتم فيه وعاطنا كل أولوياته هو يا أخوانا فلذلك قدر هذا الرجل بقدرة قادر أنه يخلص المرحلة الثانوية في ذاك الزمن من يقدر يخلص هذه المرحلة ممثلة الحين الدراسة أصبحت سهلة فلذلك هذا صالح لما أخذ هذا الشهادة على طول عينه وصار مدرس في المرحلة الابتدائية إلى هنا تمام التمام أم صالح زوجته بنتختها وفعلا لما تزوج هذا صالح من فاطمة كان حلمة وأقصى طموحة أنه يربي عياله مثل ما هو تربى عليه يعني كل شي صح ما في غلط عشان تمشي أمورك في السليم لازم أنت ما تغلط هذا المبدأ عنده من البداية وفعلا أول ما تزوج كان يصرف على البيت وعلى العيال وما كان شي نقصهم وفعلا جاب أول ولد وسماه فؤاد وبعدها جاب بنت سماها خديجة وبعدها الأخيرة حسنة أصبح عند هذا صالح تحدي كبير في هذه الحياة شلون يوائم بين الحياة القديمة واللي تعودوا عليها على التقاليد والعادات البسيطة وبين الوقت الحالي أنه يقدر يفهم عياله أن هذا اللي سوونا غلط وأنه عيشوا مثل ما أنا عشت عليه عشان تعيشون صح وهو صالح شاف أصدقاءه وربع اللي كان يحسدهم أن أبهاتهم يخلوهم يطلعون ويسوون اللي يبونه شاف بعيونه أيش اللي صار لهم اللي صار له حادث من دوارته بالسيارة واللي طلع من المدرسة وما لمستقبل واللي يدخل السجن بسبب تهوره هنا صالح علم زوجته على النظام وقال لها كل شيء أسامح فيه إلا الغلط وهنا مبدأ هذا البيت ماشي على النظام وعلى الصح والتربية على الطريقة الإسلامية واللي معاجبنا هذا الشيء يتفضل يوريني عرض كتافة أنا ما عندي أي استعداد أخالف تربيتي وطريقتي وعاداتي حتى لو اختلف الزمن وحتى لو تغيرت العادات أنا بظل على نفس المبدأ اللي أنا عايش عليه فؤاد كبر ودخل المدرسة شاف الطلاب اللي وياه يروحون يلعبون في الحي كورة يروحون البقالة يروحون أماكن بسيطة يعني لكن برضو هذا الأب منع ولده فؤاد أنه حتى يشوف الشارع لأنه يقول هذا صالح شنو يضمنني يا فؤاد أنك إذا رحت الشارع ما بتلاقي أولاد سيئين ممكن هذا يعطيك زيقارة ممكن هذا يوديك في مشكلة إحنا فغنا عنها فإنت تبي تلعب إلعب في البيت راح وجاب لأتاري هذا الأتاري هو اللي ينافس السوني في زمن الثمانينات تقريبا أو التسعينات المهم أن هذا الأب قعد يعطي ولده فؤاد كل اللي يبي لدرجة أنه فؤاد ما كان ينقصه شيء في البيت لكن تعرفون الناس تبي الناس يعني فؤاد يبي يجتمع مع أصحابه يبي يقعد معاهم يبي يشوف شنو يسوون لكن أبوه غالق عليه هو يخواته وهذا لأنه ولد غير عن البنات البنات جدا جدا حابسهم ومشدد عليهم الدرجة فضيعة جدا كله خايف عليهم أنه من أصحاب السوق أو من الشوارع أو من الظروف هذه اللي تصير لهم إذا طلعوا من البيت هذا فؤاد كبر وصار في مرحلة المراهقة وقال حق أبوه يبقى في شيء اسمه نادي أصحاب يروحون فيه بس نلعب ونتسلى ونجي قال لأبوه ممنوع منعا باتا أنا ما عندي عيال يروحون هالأماكن إذا بتخالف أمري أنا بغضب عليك ليوم الدين اطلب ما تتمنى وأنا بعطيك إياه كان هذا فؤاد جدا يخاف من أبوه وبالأخص أنه حتى ملامح وجه الأبو تشوفونه قاسي لكنه قلبه مثل العصفور يعني حنون وطيب ما قدر يفهم عياله بطريقة ثانية أن المجتمع اللي بره هذا غلط المجتمع اللي بره يسبب مشاكل ولا قدر يتعامل مع تغير الزمن بمرونة بنتها هذه حسنة قالت ليوم من الأيام يبقى صديقتي بتسوي عيد ميلاد وأنا أبي أروح معاها قال لها لا أبدا ما تطلعين ولا تروحين مكان بتظلين في هذا البيت تبي تسوي صديقتك عيد الميلاد تسوي بوجودي بحيث أني أنا كون موجود يعني تجي هلال بيت ونسوي لها وحفلتها على حسابي لكن أنت يا بنتي ما تروحين لها قالت لي يعني شلون كذا يبقى معقولة قال لها هذه كلمة وما رح تنكسر وروحي غرفتك وهذا آخر كلام قلت لك حسنة قامت تنتفض أصلا من كلامها اللي قالها يمين وشمال وطارت غرفتها وقامت تصيح أما خديجة هذه خديجة هذه إنسانة ثانية بالذات أنها منن ولدت وهي متمردة ما يعجبها طريقة تربية أبوها لكن ما هي قادرة تسوي شيء لدرجة أنه دائما تعانده بس بطريقة غير مباشرة يعني إذا طلع الأب وراح الدوام تقوم هي وتلبس لبس قصير تحط مكياج تسوي شعر هالغجري مثل الفنانات تشعل للبيت كله موسيقى وأغاني وهذا كله ممنوع أن تصالح فإذا جاء الأب صالح وشاف على هذا الوضع يقوم يقطع بدنها ما يرضى بالغلط مع أن هذا الشيء في هذا الزمن شيء بسيط عادي لكن بسبب هالصرامة هذه خلى عياله دائما يحلمون بأتفه الأسباب يعني يحلمون أنهم يطلعون هذا فؤاد يحلم أن يعيش مراهقته بشكل طبيعي يحب فتاة ويتزوجها وينجبون عياله ويعيشون حياة عصرية غير الحياة القديمة وكذلك نفس الشيء بناتها حسنا كانت تحب صديقاتها تحب تطلع تحب تجي تبي تروح مطاعم تبي تروح معاهم منتزهات هذا كله ممنوع وكذلك بنتها الأخيرة خديجة هذه المتشنقصة اللي تبي كل شيء يصير على مزاجها إنها تبي تتمكيج وتبي حرية وتبي تطلع وتبي تتونس وهذا كله حامض على أبوزهم أبوهم كل شيء ما نعنهم فيه لذلك خلى في نفس هذول العيال الثلاثة حقد على أبوهم بالأخص إن إذا الإنسان أنت منعته بشيء وإنت عارف إن هذا المصلحته وهو هذا الإبن ما هو عارف ليش السبب أكيد بيحقد عليك لأنك أنت تمنعه من حريته وفعلاً ظلوا على هذا الحال في مد وجزر مع هالأب هذا هاللي راسه يابس ومن قديم الزمان لدرجة إن كل أبناء الحي يعدوا في تربية وأبن صالح لدرجة إن الكل يثني عليهم ويقولون إن لو يكبروا أكيد بناخذهم لعيالنا ودائماً كانوا يتوافدون عليهم يابون عيالهم يصادقون عيال صالح من شدة التربية والذوق اللي مبين على عيال صالح إشلون ما مبين والتعب هذا الاهتمام في الأكل واللبس والمشرة والصحة وكل شيء في يوم من الأيام فعلاً صالح دخل الجامعة لما دخل صالح الجامعة كان يدرس في الطب وانتو تعرفون الوظائف المختلطة غصباً عنك بتتعرف على بنت فهو هذا فؤاد فعلاً اتعرف على زميلة لا في الدوام وكانت نعمل أخلاق وحبها لدرجة كبيرة جداً ولما تفاهمت ويا قالت لي فؤاد أنا لحين تحبني وأنا أحبك خلاص خلنا نتزوج ونعقد بشكل رسمي جاء هذا فؤاد وقال لها لازم أفاتح أبوي في الموضوع فؤاد ما راح لأبوه راح الأمة وقال لها يمه الله يخليك أنا ما طلبت منك طلب بس هذا أموت عشان أبوي يوافق عليه قالت لأمة فاطمة لا 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 تدخلني بينك وبين أبوك ما أبي البيت يصير في حريقة خلنا على هذا الوضع قال لها انت عرفتي شنو أبي أنا ما بأطلع انت عرفتي أنا الحين كبير ودخلت في العشرينات لامت بتقعدون تضيقون علي انت ما سمعت حتى طلبي قالت لأ شنو طلبك يا ولدي قال لها أنا يمه أبي أتزوج قالت لأ إي خير وبركة أخيرا يا ولدي راح تتزوج قال لها لا يمه أنا أبي أتزوج زميلتي في الدوام قالت لها يعني أخذتها عن حب لا هذا ما يمشي مع أبوك أكيد ما بيرضى لكن شوف في حل اني أقول لا ان هذه البنت من الجيران عشان يوافق عليها فقال لها وهو تمام لما جل أبو صالح راحت لزوجتها فاطمة وقالت له يا صالحة بأكلمك بموضوع بعد ما العيال ناما عشان تفاهم فيه قال لها هو تفضلي قالت لها فؤاد ولدنا يبي يتزوج واختار البنت اللي يبيها وهي بنت الحي اللي إحنا فيه قال لها عطيني اسم هذه البنت بالكامل وين تدري شنو تشتغل هي قالت لأنا ما أدري هي طبعا تدري بس خافت منه قالت لأ ما أدري بس اللي أعرفه أن في هذا الحي أخذ هو اسم البنت بالكامل وقال لها يصير خير إيش سوى هذا الرجل قام يبحث يبحث بين ربعة وبين زملاء وبين أصدقاء بنت مين هذه طلع أبو هذه البنت ساكنين في منطقة بعيدة قال يعني مو في نفس الحي في منطقة جدا بعيدة تبعد تقريبا ساعة لربع خمسين دقيقة عن البيت فعرف هذا الأب إنه في الأمر إنه قام يستفسر عن هذه البنت شنو تشتغل أو شنو تدرس عرف بعدين بعد تعب وجهد عرف إنه هذه البنت تدرس في نفس الجامعة اللي يدرس فيها ولده فؤاد قام الأب وراح البيت وانتظر فؤاد لما يجي جاء فؤاد وقال له تعال يا فؤاد اجلس قال الأب صالح يا فؤاد أنت سمعت إنك تبي بنت الجيران تبي تخطبها أمك صح قال له فؤاد إيوة نعم قال له تعرف اسمها خاف فؤاد قال لا أنا ما عرف اسمها بس أمي تعرفها قال أوكي شرايك بكرة نروح ماشي حق بيت البنت لأنها هي في نفس الحي قال له فؤاد لا هي مو في نفس الحي هي بعيد قال له الأب أها يعني أنت تعرف مكانها لذلك أنت عارف أنها مو موجودة في هذا الحي ليش تكذب يا فؤاد ليش ما تقول أنها معاك في نفس الجامعة وأبشرك بالخير أنهم ساكنين في ذيك المنطقة وهي البنت تدرس بنفس الجامعة وبنفس التخصص اللي أنت تدرس فيه يعني أكيد أنت متعرف عليها وهذه نزوة ومستحيل أخطبها لك قام فؤادي صارخ وفلتت أعصابه وقال لحق أبوه أنا حر نفسي أبي أتزوج اللي أبي ما حد يجبرني ويضغط علي أني أخذ وأتزوج أي وحدة وبس هذه أنا حبيتها وأبي أتزوجها الأب هنا قام ومسك ولده ولات يده وقال له اسمع قلت لك هذه البنت ما رح تتزوجها لو على جثتي بدون سبب أولا لأنك كذبت ثانيا لأن البنت مو من ثوبنا وتشتغل شغلة مختلطة ولا يمكن أقبل فيها تعبت الأم وقامت تصيح على اللي صار في ولدها وعجزت من هذا الأب أنه يقبل بهذه البنت تدخل على هذه العيلة لكن لا حياته لمن تنادي فؤاد تعب وهد البنت تركها وكمل لدراستها لكن في نفس الوقت أبوه صالح خاف أنه برضو يتعرف على بنت ويحبها في نفس المجال اللي هو فيه فأيش سوى هذا الأب قام وقال حق زوجته قوم يا فاطمة ودوري من بنات الجيران وبنات الحي شوفي لها وحدة بنت حسب ونسب وأخلاق وشرط إنها مو موظفة وظيفة مختلطة وقادرة إنها تتحمل المسئولية أبيها مثلك يا فاطمة فعلا قامت فاطمة تدور بين الجيران وبين الحي اللي هم فيه لقت الأم أخيرا بنت اسمها سامية هذه البنت فعلا بنت حسب ونسب وأخلاق رفيعة ومن البيت إلى الجامعة ومن الجامعة إلى البيت وهذا هو المطلوب فعلا راحت وقالت حق فؤاد فؤاد استسلم للأمر الواقع وقال اللي تشوفونا فعلا راحوا وتقدموا بشكل رسمي إلى هذه البنت سامية سامية وافقت للأخص إن أبوهم صالح أكيد مربنهم تربية زينة سامية فعلا تزوجت فؤاد وسكنت معاه في شقة في الدور الثالث بيت أهله وكانت حياتهم عال العال يعني هذه سامية انزل الصباح قبل ما يتعي زوجها من النام وتقوم تجهز الفطور مع خالتها أم زوجها فاطمة وتحطها للجميع وبعد ما يفطرون تروح تهتم بالبيت وتهتم بالعيال وفؤاد ترتبت أمورها وأصبحت حياتها عال العال بعد ما جاب طفلين والحياة كانت ماشية مثل النظام وما في أي عائق ولا فيها أي مشاكل وبالأخص إن سامية ما تحب أبدا المشاكل وكانت جدا عفوية وطيبة مع الجميع لكن اللي حصل إن بنتها هذه حسنة كانت جدا جدا مغرمة بولد هذا الولد كان أخو صديقتها وكان فعلا دائما تراسله بشكل سري وفي يوم من الأيام طالع صالح من الدوام وهو يمشي رايح البيت إلا لاح سيارة وما كفى ينبى بيتهم وطالع منها بنتها هنا صالح فقد عقله شلون بنتي هذه اللي أنا مربنها وعارف شنو راح تسوي وتميز الصح من الخطأ وبعدها تسوي هذه الحركة طبعا هنا صالح دخل البيت وهو مش طاط من الغضب على طول قعد يوبخها ويصارخ على بنتها هذه ليش تطلع مع الرجال فجأة صابتها جلطة وطاح من على حيلة صالح لما طاح هذه الطيحة للأسف إن أثرت على الحبال الصوتية اللي في حلقة فلذلك ما قدر يعرف يتكلم وكذلك ما قدر يتحرك يمشي للأسف إن هذا أثر سلبا على عياله عياله أصبحوا في حالة نفسية جدا سيئة وبالأخص أقرب الناس له ولد الوحيد فؤاد كان يصيح عليه كل يوم يبي أبوه يتكلم يبي أبوه يتحرك لكن دون فايدة شوي شوي شافوا البنات نفسهم يطلعون يدخلون ما حد يسأل عنهم الأب خلاص طاح والأوم هنا ما تقدر عليهم ولا عندها ذيك السلطة اللي تقدر تتحكم في تصرفاتهم شوي شوي إلا هذا فؤاد قام يطلع ويسهر برا وفجأة اتعرف له على بنت من بناتها الصيع ديلي وخلاص وطاح في حبالها وقام شوي شوي تمسك في هذي حبيبته أما أم عياله ما قام أصلا يدانيها ولا يقرب من شقته كله شغله شاغل هذي المرأة اللي سلبته حياته والمشكلة أن هذا الأب صحيح أنه طايح ومريض لكني شاهد بمرأة العين إيش يجري قدام عيونه الولد هذا فؤاد لما خلاص تعلق في هذه البنت قالت له ما أتزوجك إلا لما تطلق زوجتك يمين شمال غيري بدلي ما في إلا هذا الحل ولا ما رح تقابل معاك مرة ثانية قام هذا فؤاد فعلا أطلق زوجته وطردها من البيت على حساب هذي حبيبته اللي سلبت عقلها المراهقة اللي ما كملت العشرين من عمرها هذي المرأة أول ما خذتها على طول قالت لأنا ما عيش مع أهلك اتعيشني في مكان مستقل وفعلا سوى كل اللي تبيه هذا فؤاد أما بنته هذي حسنة اللي كانت تحب أخه صديقتها قدر هذا الرجال يقص عليها ويتزوجها بدون زواج بس عقد رسمي ولا مهر ولا شيء وراحت له رخيصة ومسترخصة نفسها عشان بمجرد أن هذا الرجل هو الشخص المناسب ولازم أحارب من أجله راحت فعلا وسكنت معاه في نفس المنطقة اللي هو فيها رغم معارضة أهله وكذلك أمها أما بالنسبة للعلة هذي أمرأس يابس ها النسوانجية هذي اللي اسمها خديجة إيش سوت هذي وإيش بقت هذي أول شيء قطت الحجاب ثاني شيء قامت تحط لها كحلة ومكياج كامل كأنها رايحة عرسبوها وتطلع في الشارع هذا غير الشعر المفلول وغير المكياج الكامل وغير الطلعات آخر الليل وشوي شوي قعدت تقول أنا أبوي حرمني من كل شيء حرمني من الوهج الحياة حرمني من أمور عادية بسيطة أسويها فلذلك لازم أخذ حريتي أنا من حقي أني أعيش حياتي مثل ما أبي ما لأي أحد سلطة علي وقامت فعلا هذه خديجة وساعدتها بعض الصديقات اللي وياها اللي قصوا على عقلها وراحت معاهم هجرة إلى كندا الأب هنا كان يشوف أفعال بناته وكان يشوف إصراخهم وهواشهم ويا أمهم وشلون تعبها ومعاناتها وهي تنصحهم لا يسوون كذا لا تروحون هالمكان لكن دون فائدة كان يشوف كل شيء للأسف أن الصوت رايح والحركة مشلولة وما هو قادر يتكلم هذا الأب ولا هو قادر يتحرك وللأسف أن هذه الأم شنو تسوي لتسوي صلح حياة ولدها ولا تصلح حياة بناتها ولا تهتم بهذا الزوج العليل المريض والمشكلة أنه صالح لما شاف نفسه كذا وشاف عياله شلان يسوون ويلعبون بياديهم مرجولهم في هذه الدنيا ما قدر يدافع عنهم مقادر يحميهم عن المجتمع هذا اللي قاعد يفسدهم ويخربهم فقط كان يشوف وتدمع عيونه ويصيح غير هذا الشيء مقادر يسوي شيء كانت زوجتها أول بأول تعمل معه التمارين هذه العلاجية اللي عطاها الدكتور تسويها له وفعلا كان شوي شوي يتعالج وكان في تحسن ملحوظ هذا صالح الحين هذول العيال الحمد لله سووا كل اللي في بالهم اللي هربت وهاجرت تبي حريتها واللي راحت وتزوجت شيقها وحبيب الروح وفارس الأحلام اللي عاطل عن العمل القاسي اللي كل يوم يضربها ويخونها لما ذاك اليوم دخل عليها مرأة وقال هذي حبيبتي وراح تزوجها ولا لكلمة وانتي أصلا ايش تقدر تسوين انتي رخيصة بتروحين رخيصة وبجين رخيصة فلذلك ما قدرت تتحمل هذي حسنة ورجعت بيتها لها للأسف وفي يدها طفل من هذا الرجل ويليت وقفت على هذا الحال ولدهم فؤاد اللي هو فعلا فؤاد ابوهم صالح من شدة حب له ايش سوت لهذه زوجته اخذت كل املاكه واخذت فلوسه وصرفتهم على الذهب والمجوهرات وغيرها وخلت عياله ومرته على الحديد ما يعطيهم ولا يسأل عنهم لدرجة انه تراكمت عليه الديون للأسف من طبيب كبير ولمكانته الى واحد مقضوط ومقبوع في السجن بسبب الديون اللي مو قادر يتحمل تسديدها اما زوجته ذيك اخذت فلوسه ولعبت لعب فيهم وقالت لا يلا انا توني صغيرة ومو من حقك تمنعني بعد اني اعيش حياتي برضو ابي واحد في نفس عمري اما هذه المهاجرة اللي في كندا قامت تبي تاكل وتشرب شافت الحياة هناك صعبة ما شافت ابو يحميها ما شافت حضن يدفيها اذا قامت تصيح شافت نفسها مشردة قامت تغسل السيارات هناك قامت تنظف البيوت تشتغل خدامة هناك عشان ايش عشان بس تسد لقمة تعيشها وتنام تقدر تاكل وتعيش ما تموت شوفوا لوين وصلوا العيال بمجرد هذا الرجل ما اصابه هذا المرض شوي شوي لما خلاص هذه البنت ما قدرت تتحمل الحياة هناك صعبة وانتو تعرفون الضرائب والسكن جدا غالي اصبحت مشردة صديقاتها اللي راحوا معاها كل وحدة رمتها ولا حد اهتم فيها وهذا صديقاء السوق اللي ما يعرفون بعض الناس يميزونهم قامت في الاخير وراحت للسفارة هناك في كندا وقالت لهم تبي ترجع ديرتها وفعلا قدرت هذه خديجة انها ترجع وفي يوم من الايام رجعت خديجة للبيت وكانوا جدا ندمانين على تصرفاتهم لانه كانت خديجة من الاوائل وكانت جدا ممتازة في دراستها تركت كل شي عشان حمره ومكياج وعشان العبات قطها وعشان تعيش حياتها النسوية حرة مثل ما يقولون اما حسنا شا استفادت برضو تركت دراستها واخذت واحد ما هو كفو خانها وضربها وقس عليها وندمت انها اختارت الرجل للغلط اللي كان دائما ابوها يقول لها هذا الرجل ما يصلح لك جاءوا هذول البنتين وارتموا على ابوهم يصيحون ويبكون وهو على الكرسي ما شافوه الا اخذ يده ومسح عليهم وقال شفتوا يا بناتي شفتوا لما ما شفتوا درع وراكم لما ما شفتوا السند يحميكم شفتوا وين رحتوا شفتوا وين وداكم هذا الزمن شفتوا لما اقول لكم اتمسكوا بجذوركم اتمسكوا بتقاليدكم بناتا انصدموا صدمت عمرهم لما شافوا ابوهم يتكلم وفرحة وفرح كبير بالاخص ان اخيرا ابوهم رح يعطيهم التعليمات قالت لخديجة ارجعي بها مثل اول قول لي يا عيب لا تسوين هالحركات لا تلبسين قصير ولا تطلعين سفور يليتك يبا وقفتني عند حدي يليتك عطيتني كف علمتني ان الله حق وقاموا ويحضنون ويبكون بكاء ندم بكاء يعصر القلب بسبب تصرفاتهم هذي المشينة ابوهم قام يحضنهم وقال لهم انا ما رح يهدالي بال الا لما تتصلح هذي الامور اخوكم لازم يطلع من السجن باي حال من الاحوال شلون ما في فلوس خديجة جاية حافية من التفه حتى تذكرة الطيران جايبينها السفارة مجانة شلون وهذي حسنة نفس الشيء ما عندها ولا مليم خصوصا بعد انهم ما كملوا دراستهم راحوا يركضون وراء اهوائهم ابوهم قال لهم ما في لحل واحد انا ارهن هذا البيت مع ان هذا البيت بيت اجدادي لكن لازم ارهنه وطلع ولدي وفعلا رهن البيت هذا الاب صالح وراح جاب ولده طلعه من السجن وبعدها رجع لزوجته وسكنها في نفس البيت هنا فؤاد ما قدر يتحمل انه اجلون خان زوجته وخان عشرتها وخان عياله مجرد ان امرأة لعبت عليه وصحيح وعاش حياته عاش لذة الحياة فترة معينة لكن سبحان الله عرف عاقبتها الحين الاب هذا مسك بنته خديجة وقال لها شوفي انا ما رح ارضى عنك لما تدخلي وتكملي دراستك لازم تاخذين الشهادة وبرضو نفس الشيء بنتهم حسنة قاموا صحيح بناته وكملوا تعليمهم وكذلك هذا الاب منع هذا الرجل اللي مو كفو زوج حسنة انه ييجي او يوطوط البيت لان هذا الرجل بحد ذاته سيء صحيح ان هذا الاب لم لم هذا من بعد شتات لكن بعد ايش بعد فوات الاوان بعد ما بنته حسنة تزوجت وتطلقت وجابت طفل وبعد ما هذيك راحت وتشتتت يعني سبحان الله لو ما قدر هذا الرجل يتكلم كان فعلا العيال انهدمت حياتهم اكثر من قبل هذه نهاية قصتنا لليوم انتظر تعليقاتكم على الفيديو لا تنسون تحطوني لايك واشتراك وتعليق على الفيديو